مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان رباه البخاري نعم أبو هريرة رضي الله عنه كان يحفظ من الأحاديث ما لا يحفظه غير من الصحابة لأنه آتاه الله حفظا وذاكرة قوية وتفرغ لرواية الحديث تفرغ لرواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فحفظ ما لم يحفظه أكثر من غيره رضي الله عنه ويخبر أنه حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعاءين من الأحاديث وعاءين مملؤين بالأحاديث واحد نشره في الناس وذكره للناس وواحد لم يذكره لأنه عليه خطر لو ذكره وهو أحاديث الفتن حاديث الفتن وذكر الولاة المنحرفين فهذا لم يذكره فهذا دليل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة أو لدفع الضرر الأكبر نعم قال وله عنه أنه قال سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي أغيلمة من قريش قال مروان لعنة الله عليهم غلمة قال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم أحداثا غلمانا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم وجده الراوي عن أبي هريرة نعم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ما يحدث على يديه غيلمة تصغير غلمان هذا التحقير تصغير تحقير من قريش ولعله يقصد أنهم بني أمية بني أمية فيهم الخير الكثير وفيهم شر هم كلهم أشرار فيهم خير كثير وفيهم ناس صغار السن وسفهاء الأحلام حصل منهم ما ما يحصل بنوا مية منهم رجال منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة الثالث منهم معاوية بن أبي سفيان صحابي الجليل الذي ساد الأمة وقمع الفتنة في وقته واجتمع المسلمون عليه بعد الفتنة والفرقة وفيهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة الراشد فيهم عبد الملك بن مروان أيضا فيه خير كثير وجاء بعده من من دون ذلك فلا يذمون على الإطلاق ولا يمدحون على الإطلاق بل يقال فيهم وفيهم يقال فيهم وفيهم لأن بعض الناس صوصا الشيعة سبون الأمويين الأمويون فيهم خير كثير فتحوا الفتوح فتحوا الأمصار فتحوا الفتوح ونشروا الإسلام نشارق الأرض ومغاربها بعد الخلفاء الراشدين فلهم فضل ما في شك لكن قائل يكون فيهم أيضا من هو دون ذلك يجب أن نعرف هذا عن بني أمين لا نذمهم على الإطلاق ولا نمدحهم على الإطلاق بل نقول فيهم وفيهم كغيرهم نعم